طيب خلينا نرحب بمن يتابعنا الآن على صفحات الإخبارية السورية على الفيسبوك البث المباشر للإخبارية السورية ونأخذ جزء من تعليقات المتابعين يقول جهينة بأن الله يحمي الجيش البطل الصامد ساهر يقول الله يحمي الجيش العربي السوري وينصرنا على الإرهاب ما يتقول بأنه الله ينصر الجيش العربي السوري ونحن بانتظار تحرير جوبر وما حولها وتنظيفها ونشوف الباصات الخضر والله يا من يبدو أن هناك تركساسو فتكون موجودة وليس باصات باعتبار أن الإرهابين ينتحرون على الآن على بواب دمشق فاديا تقول الله ينصر الجيش علي يقول من تونس تحية إلى الجيش العربي السوري وإلى القيادة السورية البطلة بقيادة الأخ البطل بشار حافظ الأسد وتحية إلى أحرار القلعة الصامدة في وجه العدوان الصهي وأمريكي المتحالف مع الرجعية العربية فالمجد والخلود لشعب سوريا البطل النصر للجيش العربي السوري يقول أبو ريان سما يقول كذب طبعا أكيد بالتأكيد هذه الصورة التي نعربها ليست مباشرة وأصلا نحن الغير موجودين بدمشق ولا يوجد هناك أي جندي عربي السوري في الجيش العربي السوري والإرهابين سيطروا على دمشق نحن في غواصة روسية تحت البحر والجزيرة يقول الأخ بشار الموسوي الله يحفظ سوريا الأسد ساجد يقول الله حيو الأبطال سمير يقول الله يحمي الجيش شيرين تقول الله يحمي الجيش وأيضا عدة تعليقات توجه تحية للجيش العربي السوري محمد يقول الله ينصر الجيش غالب يقول الجيش العربي السوري الله يحميكم أيضا يقول بشار الله يحمي جيشنا ويحمي سوريا وليد سوكان يقول الله ينصر الجيش هذا الجيش العربي السوري زهر الرومان تقول عاش السوريا الأسد وأيضا هناك من يحيي طبعا عدة مئات التعليقات بعض التعليقات أيضا تأتي من المتواجدين في الخارج الذين لا زالوا يصدقون بالعربية والجزيرة سوف أعود مرة أخرى إلى هذه التعليقات مشاهدينها الكرام لكن فقط ننوه بأن الصورة التي موجودة الآن على شاشة الإخبارية السورية سواء كان على الفيسبوك أو حتى على التلفاز هي من ساحة العباسيين وزملائنا كتبونا بالعنوان وهو عنوان بالفعل نحن نفخر فيه دمشق هي جبهة المجد قلعة منيعة على المعتدين أحلام الإرهابين كانت موجودة منذ بدء الحرب على سوريا أن يصلوا إلى ساحة العباسيين هذه الساحة الشامخة الفاخرة التي العالم السوري لم ينزل فيها بأي يوم من الأيام ولن ينزل وأن كان هناك مئات الجثث آلاف الجثث الأرهابين على أطراف هذه المنطقة لأن هذه المنطقة عصية بالعكس وفي رفع العالم السوري من جديد على كل مناطقنا في الغوطة الشرقية إن شاء الله يا رب وإن شاء الله يا رب الله يهدي من لا زال مغرر به حتى يعود ويصح من الغفوة قبل أن يلقى مصير زملاء الذين عرضنا بالأمس أشلاء جثثهم على أبواب مدينة دمشق تعليقك كستر باس فيما يا جود